السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال جميعا؟ إن شاء الله للمورة طيبة مريقلة سامحونا أغطصنا عليكم طبعا حس في روحي عودتها جمالي 6 مرات ممكن في 3 شهور اللي فاتوا لكن الله غالب ساعة 41 عندي ما زالت 3 ساعة وننطلق لصلاة الظهر في الجامعة هنا بحدانا الرشيد فقلنا نديروا فيديو سريع فيه شوية يعني هيك أخبار سريعة فأنيوي الناس اللي تسأل على الجرين كارد اللي قدمت فيها شهر عشرة اللي فات النتيجة هتطلع وضوة إن شاء الله في الموقع هنحطها في الفيديو طبعا نظروا يكون عندك الرقم اللي أكيد خزنته طبعا أو اطبعته أو صورته فباش تشوف النتيجة متاعك اللي انت تم اختيارك للقرعة العشوائية او او بكل بساطة يعني إن شاء الله بالتوفيق جميعا ويشبه إن غضوة احنا حصلوا زرادي يعني السنة اللي فات نعرف ثلاثة ولا أربعة حصلوها فيشبه السنة هذه أكيد في حضوط هتكون أكتر إنه في مجموعة كبيرة قدمت فيستر الله الحاجة التانية الحمد لله تدرت الامتحان سبوع اللي فات في كالغري اللي هو السي سيف بي أو سرتيفيكيشن اكزام كان خميسه سبت الحمد لله مشيت الامور يستر الله ما تقدرش تعرف لين تطلع النتائج النتائج حتاخذ ممكن من ستة لثمانية سابيع فيستر الله ممكن بعد الرمضان أكيد يعني الحاجة التالتة الحمد لله يسر فيي الطالبة مرات ملوين نقروا ملوين ما نقروش ونشبع فيهم حتى في نقاشاتهم على الفيسبوك الشيط الفلاني المنهج فلاني منهج الدكتور الفلاني منهج الدكتور العلاني نصيحتي أخوي تقدر تقول يفضل تقرأ من الكتب ما تقرأش من الشيط الشيط تخليه لمراجعة سريعة لكن لو تقدر من سنة أولى أقرأ من الكتاب لا شيء يعلى على الكتاب أعرفت سواء كان كتاب طبي أو تقني أو اللي هو فيفضل تقرأ من الكتاب أول حاجة أنت حتأخذ معلومة من مصدرها في شكلها الأصلي ثاني حاجة حتتتعود انت على كتابات لأنك ما تعودش عليه في صغرك في سنة أولى وثانية وثالثة ورابعة ماشي حتقدر تشد كتاب ثالث حاجة وهذه أهم حاجة ونقطة جوهرية ان انت انجليزيتك حتتقوه صح في الأول حتواجه فيه صعوبة لكن انت على المدى البعيد راه انجليزيتك حتصبح وانت هذا اللي تبيه لما تتخرج اللغة الإنجليزية ضرورة لما تتخرج انت تقدر تدير توفل أو لأنها مطلوب في أغلب دول العالم وحتى لو مش مطلوب الصراحة منك كامتحان مطلوب منك انت كدكتور أو محامي أو يعني انسان حتتتعامل مع ناسه مع هيئات رسمية وإنها ضرورة تكون لغتك مش أقل من فانت لما تقرأ من كتب لما تطالع مجلات لما تتفرج على يوتيوب لما تتفرج على فيديوهات وفيديوهات انجليز مش مصار وهنود انجليزيتك حتتطور فانت حاليا هتحصل فيتين او الحاجة المعلومة هتاخدها وحتاخدها أصلية ومن المصدر تاني حاجة انت قاعد تطور في شيء تاني في مهارة تانية هتاخد منك سنوات وسنوات لتطويرها الإنجليزية اللي هو الإنجليزية مش هتجي في ستة شهور ولا هتجي في سنة ولا هتجي في سنة ونص هي عبارة عن تراكم خبرات وكلمات وقواعد وواع عن طريق سنين منهم بتجيها تقدر انت تديرها عن طريق شي تدير فيه يوميا لانك انت تقرأ من كتاب سواء كان سنل او قانونغ او ما نعرفش ديفدسون او او اكسفورد او او تن تيتشر او 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 فديما خلي الكتاب هو اه قدامك وهو افضل شيء الشيتات مع احترام الدكاترا ما فيهمش باس لكن اقرأ من الكتاب ثم الكتاب ثم الكتاب ثم الشيت رابع حاجة ما تجيش دكتور سنة خافزة قاعد تقرأ مشيت او امتيازي اقرأ مشيت انت تقرأ تلخص بروحه كان بتلخص فهذه يعني نصيحتي وممكن يكون مخطئ وممكن يكون صائب انيوي فهو هذا ابضيت سريع الاكتر وقال وحباني حتى انتطمن عليكم سمعت ان حتى الفلفل انزل بجنيه ولا فمشاء الله يعني فيش حد علق عليه لما كان بتمانية الناس كلها تتعايد وتقول الفلفل يعني ما نعرفش يعني فراولة ولا مش عارف فتول لما ولا بجنيه ما فيش ولا حد اكتب يعني فالفلفل ولا بجنيه الدولار قاعد غالي ان شاء الله ربك يصلح الحال نشبح فيهم بنين شيشمة كذلك في طالعة من واحدة من اسوار المدينة القديمة فكويس هتو مشروع ممتاز يعني بنية تحتية وان شاء الله المزيد من الشيشمات فمنورين بارك الله فيكم بيش نطول كالعادة ست دقائق لكن ديما نطور لكن نحاول ان شاء الله الفترة جاية نحاول ننزل عندي فيديو بندير على الدور بلا وليه مركبة ليه شهر لكن قاعد ما مدرتش علي حاجة سندير علي فيديو ضروري يلا بنورين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته